مصر هي أم الدنيا وست الدنيا وكل الدنيا أنا في رأيي مصر هي الدنيا كلها وده ما فيوش أي انحياز أو تعصب مصر يعني خالص الواقع بيقول ده البعض بره كان بيراهن على أنه المصريين والانتخابات فشافوا إقبال عظيم الناس كانت بره في بعض الأماكن في بعض الدول بعض الحكومات بعض الأنظمة الخارجية شايفة أو بتراهن على العكس تماما فكان المصريين زي ما كنت بيقول زميني مصطفى هم ما فيش أي انبهار بالموضوع ودي طبيعة المصري المصري عارف أو عاوزين المصري عارف كويس الأخطار اللي حواليه المصري فاهم كويس جدا المصري عارف طريقه وبيمشي عليه تحصل هزاد تحصل شوية لخبطة عادي ساعة الجد تلاقي المصري زي ما انت شايف كده في الانتخابات ساعة الجد تلاقي المصري زي ما انت شفت قبل كده وهو يتظاهر لأجل الشعب الفلسطيني هتلاقي المصري زي ما حضرتك شايف برضو شبان وشبات زي الفل وقفين على معبر رفح دوقتي تبقى ده بنتكلم على التلات منافس بنتكلم على رفح وبنتكلم على العجة وبنتكلم على كرم أبو سالم شبان وقفين عز الشمس عز الباردة عز المطر أي حاجة ولاد وبنات زي الفل لا يكله ولا يمله وبيعملوا ده بمنتهى الإخلاص والإيمان دي طبيعة المصريين المصريين يعلموا أي حد الإيمان بالهدف والقضية فتلاقي ان الانتخابات الرئاسية في هذا المشهد المهيب الحقيقة والمهم جدا واللي دلالاته أنا أظنها بالعشرات هي خير عنوان للجمهورية الجديدة لازم تشوف المشهد أيضا في الخارج مش كان فيه جلسة الجمعية العامة لأم المتحدة وتشوف مصر وهي واقفة تشوف ساتة سفير سامح شكري وزير الخارجية تشوف مندوب مصر الدائم وهم يتحدثون عن الموقف والمشروع وازاي نقدر نحصل تصويت أكبر من التصويت في الجمعية العمومية الطريقة التي عقدت قبلا المرة دي احنا بنتكلم أظن على 152 أو 153 دولة موافقين على المشروع المصري الموريتاني الخاص بالوقف الفوري لإطلاق النار خد بالك يعني زدنا تقريبا 30 دولة تقف إلى جانبنا لأجل هذه القضية العادلة قضية بمنتهى العدل إنسانيا قبل ما تبقى سياسة تمام طيب ده موقف المصريين ما احنا هنا بنتكلم يا جماعة على أنه السادة الأجلاء اللي أنا كنت لسه بذكرهم شوء أزا كونزير الخارجية أو مندوبنا الدائم ما هم دول عنوان للديبلوماسيات المصرية مصريين فخامت الرئيس عنوان للديبلوماسيات المصرية لأنه رئيس مصر المصريين نفسهم المواطنين وهم وقفين شبال على المعابر علشان يوصلوا كل شيء المصريين وهم يتظاهرون لأجل القضية المصريين وهم بيكتبوا على سوشيال ميديا الكتاب والصحفين المصريين اللي بيعرضوا القضية بمنتهى منتهى الحرفية والمهنية والضمير الوطني والإنسان دول المصريين مش عايز حد ينبهر على الإطلاق ودول المصريين اللي عدوا كل ما حدث في تاريخهم وكانوا دائما يقفون عمالقة مردة أمام العالم ولا حد يقدر يكسر لهم إرادة أفكرك بزمان في 36 العالم كله كانوا يقف في وشنا بأمر الله أولا المصريين برضو إرادتهم هي اللي اتحققت وذهب الإخوان إلى مذاب للتاريخ ولسه يعني لسه فاضل كده الفنول الباقية المتنافرة ولسه بس الإرادة المصرية غلبت بأمر ربنا نفس القصة لما تيجي تشوف المصريين في 2014 المصريين وهم في 20-23 وهم وقفين لأجل قضية الصراع العربي وهم وقفين لأجل بلادهم في انتخابات رئاسة الجمهورية الجديدة واللهم ولي من يصلح الانتخابات وكل هذه المشاهد هي عنوان حقيق الجمهورية جديدة بلد قوي سياسيا بلد قوي اقتصاديا بلد قوي على مستوى الجبهة الداخلية بلد قوي على مستوى القلب الصلب ألا وهو قوات المسلحة المصرية بلد قوي على المستوى الدبلوماسي المستوى الرئاسي بلد قوي في كل عنوينه وفي كل ملفاته وانتظر الأفضل دائما اوعى تظن أن العالم من الممكن أن يمتثل لإرادة أو رؤية أو وجهة نظر لبلد ضعيف على أي مستوى العالم لا يمتثل إلا للأقوياء وأنا دايما نقول لك كده العالم لا يمتثل إلا للأقوياء الأقوياء لأنه أولا إحنا عندنا منطق الأقوياء لأن إحنا عندنا حق الأقوياء لأن إحنا اشتغلنا حقيقي على كل الملفات اللي أنا قلتها لك في كل داخلا أو خارجا السياسة الخارجية والسياسة الداخلية دي مصر ودي الدولة